يا حضرة العمدة أنا النهاردة بعد إلي عندهلك بيا حضرة العمدة وأنا بقرأ شوية عن يعني تفاصيل رحلة حضرتك أنت سبتي مصر وانت عندك خمس سنين ويمكن آخر زيارة ليكي كانت من خمستاشر سنة فأغلب العمر قضتيه في أمريكا ولكن لفت انتباهي أنك رجعت دخلتي الجامعة في مصر وكان في حرص شديد منك ومن الأسرة أن العلاقات والأواصر المصرية والثقافة والعادات تحافظوا عليها احكيلي عن التوليفة دي يعني هو أنا حسيت أن احنا كنا بنيجي هنا في الصيف فكان سنة دراسية في مصر وبعدين في الصيف بنيجي نقضيه هنا بس ما عيشتش في مصر سنة دراسية في أمريكا وبتقضوا الصيفهم فأما جات لي فرصة أن أخش الجامعة أمريكية في مصر فعلا بقى أعيش في مصر وشوف الحياة والناس بتاعت مصر فده اللي خلاني اتشجعت وجيت وقضيت ثلاث سنين هنا في الجامعة أمريكية إيه اللي بتفتقدين لما بترجعي أمريكا في وقت السنوات الدراسة بتفتقدين المصر الناس الدم المصري الشعب المصري الحياة هنا مش مملة الحياة في أمريكا روتينية قوي شغله بس ما فيش الدفع بتاع الحميمية واللمة بتاعي يعني هناك اللي تعمليه الإسبوع ده هتعمليه الإسبوع اللي وراه اللي بعده هنا ممكن التليفون يريني سعاشا بالليل يلا بينا هنتجمع هننزل أوكي وصحين طول الليلة على طول يعني ما بتنامش مصر دي ما بتنامش طيب ماري أكيد عشان توصالي للمنصب العمدة في أمريكا يعني في أولاية مهمة كان فيه رحلة كفاح يعني حكي لنا محطات مهمة يعني عديتي بها عملتي إيه عشان تخشي كده في هو إنه أبقى عمدة عمره ما كان هدف لي اللي كان مهم إنه إحنا إزاي نصهر في المجتمع إزاي نبقى جزء من المجتمع عشان يعني أما الناس تسألني أنت منين لازم أقول فخورة إن أنا مصرية بس ما ينفعش إن أنا أبقى مصرية واخدة جنب فكنت بعمل بولنتيرين كتير في المدارس بتاعت أولاد في المنطقة بتاعتنا الحي بتاعنا فده اللي خلتني ظهرت شوية متقدمي خدمات في المنطقة اللي أنت فيها وإيه تاني والدراسة والتفوق وإحكي لنا عملتي إيه عشان تعملي هو مفيش دراسة معينة محتاجاها أنك تبقي عمدة في أمريكا ده مش أساسي بس المهم الشعبية المهم إن الناس تحس إن أنت جانيوان يعني حقيقية صدقة ومجتهدة وكلمتك هي يعني مش هتقولي حاجة بس عشان تكسبي انتخابات لأ بتقوليها وهتعمليها صحيح وأنا من نوع اللي لو مش هقدر عمل حاجة هقول مش هقدر عملها للأمان أو الصدقة أهم حاجة قلت حاجة مهمة جدا حضرت العمدة قلت ما كانش في بالك ولا كنت تتسعي إن أنت تحصلي على منصب العمدة والموضوع جي بالصدفة حكي لنا يعني إيه المرحلة اللي كتقابلها على طول ووصلتي للمنصب إزاي هو فيه زي النواب بيبقى فيه الستة وبعدين العمدة زي مجلس المحلي مثلا بيبقى حاجة شبه كده عندنا العمدة اللي قبل مني كان موجود 33 سنة يا ما شو الله ففي السنة 2019 جم وقالو إحنا عايزينك تخش في انتخابات تبقي واحد من النواب مين اللي قالك بقى؟ العمدة اللي كان بوقتي عمدت أه قلت له ماشي أوكاي ولا عرف أصلا دي إيه ولا محتاجة إيه ولا بس قلت له أوكاي فروحت وشفت وتعلمت وفهمت وشفت اللي موجودين ونزلنا للانتخابات كنا تلاتة يعني هو تلاتة بيخشوا بسنتين وبعدها بسنتين تلاتة تانية بيتغيروا عشان ما يبقاش تطاقم كله انتخابات فالمهم تقالي تلاتة يعني واحدة مصرية لا يعني تلات أفراد تلات أفراد من جنسيات مش فرقة يعني هم لازم يبقوا من الحي اللي احنا فيه بالظبط مش مهم بقى فتقالي قبل نتيجة الانتخابات ان الأرقام بتوعي مكنوش هاي فاحتمال كبير ان انا مش هكسب الانتخابات بتاعة النواب قلت أوكاي عادي يعني مش ان دي حاجة لازم أعملها فكملت ونتيجة الانتخابات طلعت وانا اكشلي كنت تاني واحدة أخذ أعلى أرقام دي شجعتني ان انا ليا شعبية ودي كلها جات من ان احنا بنخدم الشعب طبعا يعني سواء عيالي كانوا بيلعبوا كورة ومنصب خدمي في النهاية فده كان أول المشوار بعدين هم العمدة اللي موجود قرر ان يتحال على المعاش قبل مدته ما تنتهي فلازم واحدة من الست نواب أو واحد هم اللي ياخدوا مكانه يكملوا الترم بتاعه وبعدين نخش في انتخابات تاني تقوم بمقام العمدة أو بالضغط عماله فهو تحال على المعاش آخر يوليا والمجموعة اخترتني أنا أخد مكانه وبدأت أول أغسطس يا المجموعة تختارك يعني بيأثر لكي كمان رغم ان كان في منهم أكبر مني وموجودين أكتر مني بس اختروني أنا أوكي ماشي فبعدين اضطريت أن أنا أخش في انتخابات ألفين واحد وعشر أبريل واحد وعشر دخل بقى معايا واحدة تانية كان الشعبية بتاعتها عالي جدا أمريكية أمريكانية ودخل معايا واحد ضدي من التلاتة اللي كنت معاهم في انتخابات اللي قابليها واحد من اللي كان معايا قرر أنه هو يبقى ضدي في العمدة بس خسر والحمد لله والحمد لله نحن معايا صورتك هي بس يعني النجاح يا جماعة ما بيجيش سهل خلينا نقول أرجعك لفترة يعني في المرحلة الكده يعني قبل الجامعة كنت هناك أكيد في حاجات يقولك إيه أنا لما سافرت جالي كالشر شكة أو في حاجات معينة جالي صدمة حضرية أو صدمة اختلاف الثقافات في حاجة صدمتك في حاجة يعني تعبتي عشان تتعاملي معاها كل حاجة كل حاجة احنا أما عزلنا في أمريكا عزلنا في حتة اسمها ناشفيل تنسي وقتها كانت أغلبيتها بيد والساوث بتاع أمريكا فبالنسبة لهم الأجانب دي كانوا أجانب وبيعملوهم كأجانب خدي بقى الأطفال والتعامل بتاعهم كان عندك كم سنة لعشان ست سنين فكان صعب إننا التقاليد بتاعتنا مختلفة تماما عن تقاليد الأمريكان الأطفال الأمريكان بيقدروا يعملوا حاجات إحنا ما نقدرش نعملها فده كان وقت صعب جدا لحد السنوية بالنسبة لي إننا إزاي أتعامل شايفيني كنتي بقى يعني بالنسبة لهم غريبة إيش معنى هي بتعمل؟ إيش معنى زح صحبتي جارسي بتعمل؟ والعكس هم شايفينك غريبة آه غريبة جدا وأنا طبعا ما قولش معنى كل البنات بيعملوا كده ماما وبابا يقولولي لا بس هم مش مصريين إحنا مش كل الناس إحنا مختلفين يعني الـ appreciation لدي جت دلوقتي أما كبرت التأدير لدي حفاظ على القيم والتحفز ده عجبك لما كبرتي في حسيتي أقيمة ده مختلفة فهمت الرسالة اللي كان أهلها حرسين يزراوها فيها ترجمة نانسي قنقر